اشتركوا في القناة 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 جابوا الخبار بعد الميات وصوموا باش نشريولوا القبر ديالله انها في المقبرة اسلامية باش يتدفن باش يتدفن انشاء الله في المقبرة اسلامية انها في برجيقة في بروكسل على منشرة ديال القبر ديال على مدة خمسينة سنة وداب الان على مدة دايما نشوفوا باش الاهل دياله يتصابوا ولما كان انشاء في البلاد يكون في بلاد اخرى ان شاء الله سيجمالي في حس ميل اتلقت العائلة ديالو نعم ويبغاد تركيب العائلة للقبر ما كيتشو مشكل هما غدا يختاروا هما يعرفوا ان القبر دياله هنا على مدة خمسينة سنة ومتفون ما بين مسلمين ماشي ما بين انسان غير مسلم هذا ما بين مسلمين غدا يكون متفون ما بين مسلمين وداء كانوا الاهل دياله الرغبة دياله الجثة ترجع لهم الى السين الوطن ديالهم ما في مشكلة في ديالك ساعة نشوفوا نحاولوا نطلبوا الطلاب الادارات والرخصة ديال الادارات على حسب البلدية فين غدا يكون متفون باش نحفروا عليه نخرجوا الجثة ونشوفوا المصارب دياله وعاود باش ننقله الى البلاد كما كتلاحظو هنا معايا مشاهدي ايميرو 24 هدو ما الصور ديال الجثة ديال المرحوم امين الغطابي لوصلت للضل بضاء واللي استقبلوها مجموعة كبيرة ديال اصدقاء دياله بما فيهم ابناء الحي دياله اللي تربى معهم وقرى معهم ولكن فرحنا هالتضامن وهد الحب اللي كينما بين المغاربة وهنا كنشكر جميع المغاربة اللي سهموا في احياء هاد الروح ديال امين الخطابي ما ننسوش على رأسهم جمعية دار الورد لكترأسها نجاة سعدون وما ننسوش جميع المغاربة وبالخصوص شباب مدينة الدار البيضاء فعلا هاد الشباب هو ما اللي عندهم الفضل باش نلقوا العائلة ديال امين الخطابي وعلى رأسهم خويا سعيد والد الدار البيضاء اللي تصل بي مع جوج ديال الليل وقال لي انا كان عرف محمد امين انا كان عرف الخطابي يقرأ معايا في المدرسة والد حمتي بدت كتبان الحلول لهذا القضية هذه اليوم اللي احنا فرحانين بززاف علش فرحانين لاننا وصلنا باش ندفنوا مغربي في بلاده ومندفنوش هنا في بلجيكا فرحانين بززاف بالمغاربة اللي بينوا التضامن ديالهم في كل شي كاللي كيقول لك نعطيه الفلوس كاللي كيقول لك اي حاجة طلبوها من احنا هنا اليوم القضية ديال محمد امين الخطابي وحدات المغاربة وعطت لهم يديوا وحدة وشكرا بزاف شكرا لجميع الاخوان اللي سهموا في انجاح هاد العملية وشكرا بزاف الاخوان اللي داروا المستحيل باش نلقاوا هاد العائلة شكرا لكم بزاف وانتمنى من الله من جولكم الا في المصرات وإن لله وإن إليه رسعون اشتركوا في القناة